مسلسل حارة الأوبا الجزء الثاني ملخص أحداث الحلقة التمنى عادل بياخدوه علشان يخرجوه بس في البداية بيحب يتكلم مع أبو العز ويشكره وكمان يعتزله جدا عن اللي حصل وانه كان غصبا عنه أما بالنسبة لطبانجة فبيروح للأصر وبيبقى عايز ياخد أكل من هناك علشان خاطر غندورة عادل بيخرج من الحبس وبيعرف من أبوه ان هم باعوا القهوة والبيت علشان خاطر يفكوا سجنه أما بالنسبة لأم يونس فبتقعد مع طبانجة وبتحذره من غندورة ان ما كانتش يناوي جد معاها لأنها قبل كده حاولت ان هي تسمي البيك أما بالنسبة العادل فبيروح على البيت بتاع أبو العز اللي هو بيت النقاشات وبيعرف من أهله ان أم العز حاولت ان هي تساعدهم ولما بيطلب أبوه ان هو يرجع فاطمة بيرفض نفيسة بتاخد بنت بنتها وبتروح لأم سعيد وطبعا دي هتبقى عروسة سعيد وبتعرفها عليها أما بالنسبة لأبو الأحلام وغازي فبيتكلموا مع بعض وغازي بيقول اللي ممكن عادي الوخوات وعادي يرجعوا يشتغلوا هنا لقهوة قهوتهم والمكسب بينهم بالنص أما بالنسبة لغندورة فبيتقول لطبانجة ان مهرها من جوازها منه وهي راز غازي وبيتصدم طبعا في حين ان سمير بيقول لأبو ان هو مش عايز يشتغل في القهوة عند غازي وانه حيروح يشتغل مع ابو العز لكن عمار بيوافق عادي ان هو يرجع يشتغل سهيلة وامو العز قلقانين جدا وبتروح بعد كده سهيلة تتكلم مع عغازي وبتتفاجأ بوجود حاتم هناك بتتكلم معاه لكنه بيبشرها ان جوزها ممكن ان هو ما يخرجش من حبسه بس هو هيعمل برضو اللي عليه مهما كان ده جوز أخته أما بالنسبة لأم سعيد فبتتكلم معاه بخصوص العروسة وبتقول ان هي حلوة جدا بس طبعا مش عايز يعمل اي فرح غير لما ابو العز يخرج لانه طبعا مش حد يعني اي كلام ده كبير الحارة أما سعيد فبتتكلم مع ام راتب وبتقوله ان نفيسة مش موجودة وانها راحت لقبانتها وابتلها خديني معاكي ما رضيتش تاخدني وكالعادة بتتكلم معاه وبتقوله كلام طبعا بتنرفزه وكمان بيضربها بيقولها بطل كلامك ده الشويش داود والشويش التاني بيتكلم مع بعض علشان يقسموا العثمانليات اللي أخدوهم من غازي علشان خاطر يخرجوا عادل أما أنور فبيروح لأخته وكمان سهيلة والأولادهم وبيبشرهم ان ممكن ابو العز ما يقدرش ان هو يخرج منها من لاي بعد كده سمير بيروح لأبو شوال وبيطلب ان هو يشتغل وبيرحب بي جدا وبيبدأ الشغل في الطحون أما بالنسبة لي غازي فبياخد عزه وكمان أنور علشان يزوروا أبو العز لكن هناك مش بيوافقوا ان هما يزوروا وبتخلص الحلقة على كده وده كملخص لأحداث الحلقة التامنة من مسلسل حارة الأوبا الجزء الثاني ياربو ملخص يكون عجبكم اشتركوا في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد باي باي